موسيقى انجهبزت الموسيقى والتأليف الموسيقي دلوقتي في مصر الاستاذ عمر اسماعيل انت قاعد باشا كده مش عارفيني انه ايه عمر انت انت اللي يخلي واحد دارش تاريخ اداب تاريخ انت مثلا ما عملت الابوم رحيل اللي هو اول الابوم ليك كان سنة 93 كنت سغمم اوي كنت ايه 22 سنة كنت لسه متخرج ثلاث تتخرج ده معناته اما تعمل اول قلبه ما شاء الله ورحمه اللي قوة تقيلة بالسنة 93 وانت عندك 22 سنة معناته انك انت من صغرك وبيتك خالص بادي بدري اوي اوي مش كده؟ بزبط بزبط بدايتي الحقيقية كان معروسة السابي الكاشف هو اللي علمني ازاي استوديو يعني ان كنت لسه يعني انا كان الفوكس بتاعي في الاجهزة الالكترونيك وكده فقط لكن هو اللي دخلني الاستوديو يعني استوديو قالي انت لازم تتعلم موسيقى ايه اللي يخلي شاب عنده 22 سنة يعمل الالبوم مزيكة صرف فكرة وقتها كانت كانت صعبة جديدة واختالفة كان ليه تجارب قبليها عملت موسيقات برض بس كانت توزعت لاغاني عبدالحليم وفيروز ومكالسون كان بده كانت ترين طالع كده لتوزيع الموسيقات فليه تجارب في الابونات كده بس ما كانتش تأليف موسيقى بس انا كنت تول عمري اذا اقول لحضرك انا حابب الموسيقى كموسيقى بحتة انسان مين اللي عمل لك الالبوم الانتاجه واحدة واحدة بقى ابتديت يعني اعمل مقطوعه وسجلها مش عارف ايه كده يعني بالمجهود الذاتي وبعدين قابلت شخصية تاني في حياتي هو شريك نجاحي في الانتاج الاساس سامح مرقص هو بقى ايه يعني ايه هو اول ما سامع الشغل ده فقال لي لأ ننزل بيه وكان في الوقت ده مكانش فيه يعني كان فيه الموسيقات في الوقت ده كانت موسيقات برضه كانت التوزعات كان عشق الساكس سامير سور كانت كلها حاجات معروفة لكن حد ينزل موسيقى مؤلفات الاول مرة دي كانت صعبة شوية وكان فيه مؤلفات طبع الاستاذ عمر خيرت الاستاذ عمر الشاي بس كانت مؤلفات خاصة بالدراما ايه يعني عمر عمل قضيت ملت القبض على فاطمة وعمر عمل الهجان ايه عرفت الهجان وحاجة تقوله ايه عمار دماثة اه طبعا اه وكان فيه يعني في الفترة دي كان فيه يعني طبعا استاذ عمر رحمة الله علي واستاذ عمر خيرت كان بقالهم يمكن عشر سنين قبلي بيعملوا موسيقاته وكان وليوا ألبونات بس كان حدي ايام المؤلفات موسيقية في الوقت ده كانت سعب شوية فقد كان بقى صديقي بقى سامح هو اللي اقتنع بدا ونزلنا الالبوم ونجاح الالبوم كان بره مصر اكتر ازاي اكتر مع انه انا فاكرا انه نجح في مصر وكان شيء منفت للنظر جدا في الفترة دي كان كان فيه عندنا كنا لسه معندناش مصانع للسيديز كان السيدي بيتعمل في اليونان فبالتالي كان الشركة اللي بتتبع السيديز في اليونان كان بتاخد نسبة من دم الاتفاقات وهي توزعها بالشكل ده فالالبوم كان ليه نصيب انه هو توزع بره فأوروبا يعني ما لقوا موسيقى ما فيهاش اغاني وكلام عربي فالناس وزعوه فانجح الالبوم وكان طبعا في نفس الوقت كان بتدى ينزل في مصر فالحمدالله حق نجاح كويس جدا لان حتى الموسيقى اللي هي رحيل دي كانت بتتزع في النيل تيفي وفي الفضايا المصرية وكانت مصر الطيران عملها برومو عن السياحة اه 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 يعني اخ خدت حقك في الحاجات ده انا طبعا اه 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 بس فيعني دي كانت مؤشرات نجاح يعني بالنسبة لي من كنت اروح في اي مكان او اه افتح التلفزيون فلاقي الموسيقى شغالة كده فدي كانت اه 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 حاجة خاصة جدا انه لاول مرة مع الوركستر بتاعه اللي دايما كان بيصحبه في موسيقى الكتير حيلعبه مزيكا لايف والاول مرة من اتناشر سنة حيلعب لايف فده برضو بمسبالنا كما يعني اعتادت صاحبة السعادة ما تاخد من اصحابها سبقا من هذا النوع يعني هتسمعني رحيل لانه الناس علاقتها بالمزيكا برضو ابتدت تزداد ارتباطا ابتدى وعي السمع يكون مختلف فالنهاردة هنسمع المزيكا اللي عملها شاب عند 22 سنة تأليف موسيقي بحت البوم محترف من عمر اسماعيل